موسيقى السلام عليكم ورحمة الله موجز لأهم الأنباء في هذه الدقاق الإخبارية مرحبا بكم اندلعت معارك وعنيفة اليوم بين قوات الجيش الوطني وميليشيا الحوثي الإرهابية في جبهات محافظة تعز وقل المركز الإعلامي لمحور تعز في بيان إن قوات الجيش والمقاومة الشعبية تخوض مواجهات عنيفة مع ميليشيا الحوثي الإرهابية في التشريفات بالجبهة الشرقية لمدينة تعز وأشر البيان إلى أن قوات الجيش أحبطت محاولة تسلل لميليشيا الحوثي في جبهة مقبنة بالريف الغربي للمحافظة بتزامن مع المواجهات التي اندلعت في الجبهة الشرقية وأكد البيان مصر على أحد عناصر الميليشيا الحوثية وجرح آخر بانفجار عبوة ناسفة أثناء محاولتهم زرعها في الجبهة الشمالية للمدينة أكدت إدارة شرطة محافظة تعز استمرار الحملة الأمنية في إجراءات التحقيق مع المتهمين باغتيال منسق برنامج الغذاء العالمي وضبط متفجرات وعبوات ناسفة واستعادة منهوبات لعدد من المواطنين وقال بلاغ صحفي صادر عن إدارة شرطة تعز إن الحملة الأمنية عملت على مواصلة الرصد والتحري وملاحقة المطلوبين والعثير معهم على سبعة عشر كيلو من مادة الالتي انتي وثلاثة كيلو بارود وأسلاك نحاسية وبطاريات وهواتف ومضبطات منها سيارتين وسلاح لأحد المواطنين وأكد البلاغ أن الأجهزة الأمنية اتخذت عددا من الإجراءات الاحترازية الكفيلة بتوفير الأمن والاستقرار والبيئة الآمنة لنشاط المنظمات جددت الحكومة اليمنية اتهامها للنظام الإيراني بتقويض الجهود الأممية والدولية لإحلال السلام في اليمن قال وزير الإعلام معمر الإيرياني إن البشاهد الحصرية التي بثتها قينات الميادين الفضائية الممولة من إيران عن استخدام ميليشيات الحوث الأرهابية التابعة لإيران صاروخ بدر واحد المصنع في إيران يعيد تسليط الضوء من جديد على الدور الإيراني في تقويض جهود التهديئة في اليمن واضح وزير الإعلام في تصريح لوكالة سبأ استمرار طهران في تقديم الدعم السياسي والعسكري والإعلامي للميليشية الحوثية واستخدامها أداة لنشر الفوضى والإرهاب وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وتهديد المصالح الدولية استهجنا نائب رئيس الدائرة الإعلامية للتجمع عليمن الإصلاح الأستاذ عدنان العديني حديث ميليشيا الحوثي بين فترة وأخرى عن نيتها المبيتة لإعادة اجتياح العاصمة المواقعة التعادة وأوضح العديني في تغريدة على تويتر أن هذه الأطماع مؤكدة لمن خبر سلوك الجماعة الحوثية الانقلابية وأشار العديني إلى أن هذه النية جاءت بوضوحة على لسان القيادة في الميليشية الحوثية محمد علي الحوثي وتحت ذريعة الاحتلال الأخلاقي لمدينة عدن وأكد نائب رئيس إعلامية الإصلاح أن الفارق بين الميليشية الحوثية وبين أخلاق مدينة عدن وثقافة أبنائها كفارق ما بين الثراء والثورية قالت مصادر مطلعة إن شقيق القيادية الحوثي عبدالقادر المرتضى مسؤول ملف الأسرى التابع للميليشية المدعو أبو شهاب المرتضى أقدم يوم أمس الأول على تعذيب الأسير سامي الوتيري في سجون الأمن المركزي بصنعة وأوضحت المصادر أن المرتضى والذي سبق له وأن اعتدى على مختطفين داخل السجن سيء السمعة اعتدى ومعه عدد من مرافقه على السجين الوتيري رفقة آخرين داخل الزنزانة 25 عقدت اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان يوم أمس ورشة عمل افتراضية موسعة شاركت فيها 55 منظمة دولية ومحلية عاملة في مجال حماية حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وبناء السلام وممثلي عدد من البعثات الدبلوماسية ومكاتب الأمم المتحدة في اليمن وقدمت بل قدمت في الورشة أربع أوراق عمل تناولت استراتيجيات إشراك الضحايا في اتفاقيات السلام القادم والحاجة لإنشاء محكمة مختصة للنظر في الانتهاكات وإدراج المساءلة في عملية السلام وعدم التغاضي عن أشكال وآثار العنف القائم على النوع الاجتماعي خاصة ضد النساء توصل ميليشيا الكهنوت الحوثية حربها على التعليم منذ انقلابها المشؤوم وسيطرتها على مؤسسات الدولة أواخر العام 2014 وقالت مصادر تربوية إن الممارسات الحوثية التدميرية أصابت العملية السياسية بل أصابت العملية التعليمية في مناطق سيطراتها بالشلل وتسببت في عزوف ملايين طلاب عن المدارس الأمر الذي جعل منظمات دولية تدق ناقوس الخطر وأكدت المصادر أن ميليشيا الحوثي تعتبر التعليم عدوها الأول الذي يقف عائقا أمام تمدد مشروعها الطائفي الظلمي فعمدت إلى استهداف المعلم حجرة زاوية في العملية التعليمية فنهبت مرتبات مئة وسبعين ألف معلم ومعلمة واعتقلت ما يزيد عن أكثر من ثلاثة آلاف معلم ومعلمة شهدت الحملة الإلكترونية التي انطلقت مساء أمس تحت هاشتاق مئة يوم على اغتيال الشيخ الباني تفاعلا واسعا على مواقع التواصل لاجتماعي من قبل نشطاء وكتاب وصحفيين ومثقفين من مختلف المكونات السياسية والاجتماعية وشدد المشاركون في الحملة على ضرورة محاسبة المسؤولين عن جريمة اغتيال الشيخ الباني وتقديمهم للعدالة ومكاشفة الرأي العام بمجريات القضية واعتبر الناشطون قضية الشيخ الباني اختبارا حقيقيا لسلطة القضائية ومجلس القيادة الرئاسي كونها جريمة غير مسبوقة في شبوة واعرب الناشطون عن استهجانهم لمحاولة تميع القضية مشيرينها إلى مرور مئة يوم على الجريمة فيما لا تزال القضية تراوح مكانها أقيمت في تعز ورشة عمل حول دور مكتب الأوقاف والإرشاد في ترشيد الخطاب الديني وتعزيز السلم والاستقرار الاجتماعي الورشة أقامتها لجنة المصالحة والسلم الاجتماعي في تعز واستهدفت قيادات مكتب الأوقاف والإرشاد في المحافظة حضر الافتتاح الورشة وكيل أول محافظة تعز عبدالقوي المخلافي أعلنت الأمم المتحدة تفريغ عشرين بالمئة من حمولة النفط في خزان صافر إلى الناقلة البديلة وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تغرية على تويثر حتى اليوم الثالث من عملية الإنقاذ تم تفريغ مئتين وثلاثة وعشرين ألف برميل من النفط بأمان من الخزان صافر إلى الناقلة البديلة اليمن وكانت الأمم المتحدة أعلنت الثلاثاء الماضي بدء عملية نقل النفط من صافر إلى السفينة البديلة اليمن وذلك عبر شركة هولندية رائدة في مجال الإنقاذ البحري قال نائب المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي كار ساكاو أن فجوة التمويل الضخمة في اليمن ستجبر برمج الغذاء العالمي على قطع المساعدات عن سبعة ملايين شخص بداية من شهر أغصص وأكد ساكاو في مؤتمر صحفي يوم أمس أن المنظمة الدولية اضطرت إلى قطع الغذاء والمدفوعات النقدية والمساعدات لملايين الأشخاص في العديد من البلدان بسبب أزمة تمويل معوقة أدت إلى انخفاض تبرعاتها بنحو النصف مع ارتفاع معدلات الجوع الحاد إلى مستويات قياسية أعلنت وزارة الخارجية البريطانية اليوم عن برنامج مساعدات إنسانية جديدة بقيمة مائتين وخمسة ملايين دولار لتوفير الرعاية الصحية للنساء والأطفال المتضررين من الحرب في اليمن وقالت الخارجية البريطانية في بيان إن برنامج المساعدات سيستمر أربعة عوام وسيوفر رعاية صحية لنحو مليون طفل ومرأة سنويا بالإضافة إلى توفير التغذية ومياه الشرب النظيفة ومياه صرف الصحي والحماية ضد العنفة أثلف مكتب الأشغال العامة بمحافظة المهرى نصف طن من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والمخالفة للمواصفات والمقاييس والتي تم ضبطها في محلات بيع المواد الغذائية أثناء التفتيش اليومي بحضور مدير صحة البيئة بمكتب الأشغال ومندوب النيابة العامة ومندوب الأمن بمكتب الأشغال العامة وأكد مدير صحة البيئة بمكتب الأشغال استمرار المكتب في التفتيش اليومي والدوري لجميع محلات المواد الغذائية بمدينة الغيظة وضواحيها وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لعمل المكتب مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين قال مدير عامي مديرية خنفر رئيس اللجنة المكلفة بمعالجة أوضاع المتضررين من المزارعين القريبين من مكان مشروع سد حسان إن اللجنة بصدد استكمال تقريرها النهائي وتقديمه إلى الجهات المعنية وأكد خلال لقائه بمحافظ المحافظة أبو بكر حسين أن التقرير الخاص بحصر المنازل المتضرر الواقعة في حوض السد قد اكتمل ولم يتبقى سوى تحديد مبالغ التعويض فيما لا زالت اللجنة تواصل إعداد تقريرها الخاص بالأراضي الزراعية من جانبه أكد محافظ المحافظة أن حرص المحافظة والسلطة المحلية على تكليف لجنة حصر الأضرار جاء بهدف إذابة الإشكالية التي قد تتسبب في عرقلة تنفيذ المشروع الذي سيمشثل وجوده أهم الدعائم الأساسية للقطاع الزراعي في محافظة أبيان شاهدنا نهاية الموجز في أمان الله شاهدنا نهاية المشروع